اشهدات عربية ودولية بنجاح الوساطة المصرية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة الجيش الصيني يعلن مواصلة التدريبات العسكرية حول تايوان والدفاع التايواني تقول انها سترد بشكل مناسب بعد تجدد القصف بمحيط محطة نووية باوكرانيا بوتيريش يؤكد ان اي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحاريا الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت الجرينيش نشرة اخبارات المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتياب الشكر الى مصر على ما بذلته من جهد من اجل حقم الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة النتائج العدوان الاسرائيلي على قطع غزة الذي استمر سلسة ايام واصفر عن استشهاد اربعة واربعين فلسطيني فضلا عن مناقشة احتياجات القطع الصحية والخدمية اعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحيب موسكو بجهود الوسطة المصرية في التوصل الى وقف اطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في قطع غزة وجددت الخارجية الروسية موقف بلادها المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف اطلاق النار حول غزة ودخلت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يحيز التنفيذ بواساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار مساء امسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعادت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة للعمل بعد توقف دام يومين وذلك بعد نجاح جهود الوسطة المصرية في توصل الاتفاق لوقف اطلاق النار واعلنت شركة غزة لتوزيع الكهرباء عودة العمل تدريديا في انتاج الكهرباء في القطعة اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحكومة تعمل على مشروع قانون لتعديل بعض مواد احكم قانون التصالح على مخلفات البناء جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمتابعة خطوات انهاء اجراء التصالح على مخلفة البناء والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون ليتم تقديمه للبرلمان فور عودة اعمال دورته الجديدة واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعوة ممثل البرلمان لحضور المناقشة المتعلقة من ملف التصالح على مخلفة البناء من اجل التوافق على بنود تعديل القانون كما شدد مدبولي على ان منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليا اي تغير جديد او بناء مخالف وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة تتولى سرعة التعامل مع اي مخالفة بناء جديدة بالازالة الفورية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واكد رئيس الوزراء اهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق التي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة والاستفادة من الموقع الفريد بما يحقق تحسين جودة الحياة وتنفيذ مشروعات تنموية خلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير الجزيرة والتي تتضمن في مرحلة العادلة تنفيذ 94 برجا سكانيا تضم أكثر من 4000 وحدة سكانية إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة ومراكز الشباب ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية كذلك تم استعراض موقف التعويضات المختلفة لأهالي الجزيرة والتي تضمنت وحدات بمدينتي العبور وحضائق أكتوبر والتي يتم تأثيثها مجانا احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريق الدفع رقم واحد فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنصيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تضمنت الدورة التدريبية تدريبا فنيا وتخصصيا وفقا لأحدث الأسليب العلمية بالمنشأة التعليمية بالقوات المسلحة احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدورة الأولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري أعقب ذلك عرض فيلم تسجلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية وألقى لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية وأقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية حضر الاحتفالية لواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارة النقل وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية من ضبط 457 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما تم ضبط قرابة 26 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية فتم ضبط قرابة 100 طن هذا وتم ضبط 725 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و155 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط أكثر من 13 طن أقماح محلية في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي استقبل وزير الخارجية سمح شكري نئب وزير خارجية كازغستان أديل تورسونوف وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات السنائية بين البلدين وكذلك تباحث حول التعاون في إطار مؤتمر التفاعل وتدبير بناثقة في أسيا سيكا الذي تترأسه كازغستان قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 21 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان من بينها طائرة مقاتلة ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تايوان جزء من الصين وأن في كين تجري تدريبات عسكرية عادية في مياهها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية وقال المتحدث باسم الوزارة وانج وون بين إن الإدارات المعنية أصدرت أعلانات في الوقت المناسب بما يتمشى مع القانونين المحلية والدولية دفعت وزارة الدفاع الصينية عن تعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجان على زيارة رئيسة مجلس أنواب نانسي بلوسي لتايوان الأسبوع الماضي وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان قال إن الجانب الأمريكي أثار وخلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان بمبادرة منها مشيرة إلى أنه على الولايات المتحدة تحمل المسئولية الكاملة والعواقب الوخيمة لهذا هذا وقد أعلن الجيش الصيني مواصلة التدريبات بحرا وجوا حول تايوان وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إنها ستقوم بالتدريب على شن هجمات ضد الغواصات وغارات بحرية وكان الجيش الصيني أجرى سلسلة غير مسبقة من تدريبات البحرية والجوية في مناطق قريبة من تايوان عقب زيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي للجزيرة يستعد الجيش الصيني لإجراء تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان وذلك بعد انتهاء كبرى مناوراته على الإطلاق التي أطلقها الجيش الصيني احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايبيه الأسبوع الماضي قيادة المنطقة الشرقية أعلنت أنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات تصدر الغواصات والهجمات البحرية ولم تعرف بعد مدة التدريبات اليديدة أو موقعها بالتحديد لكن تايوان خففت بالفعل قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الستة التي أجرتها الصين مؤخرا حول الجزيرة وأثارت زيارة بلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبيه للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض قنوات الحوار مع واشنطن من جهتها أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن سفن وطائرات وطائرات مسيرة عسكرية صينية قامت بمحاكاة هجمات على الجزيرة وقواتها البحرية وقالت إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد بشكل مناسب وإلى جانب إطلاق أحد عشر صاروخا باليستيا قصير المدى خلال تدريبات على مدار الأيام الأربعة الماضية شاركت سفن حربية ومقاتلات وطائرات مسيرة صينية في مناورات مكثفة حول الجزيرة وقبل وقت قصير من انتهاء تلك التدريبات أجرت نحو عشر صفن حربية من كل من الصين وتايوان مناورات في أماكن قريبة حول الخط الفاصل في مضيق تايوان بحسب قول مصدر مطلع على الوضع يشارك في التخطيط الأمني أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ووزير الخارجي الياباني يوشيما ساهاياشي عن قلاقهم الشديد بشأن التوترات الإقليمية المتزايدة في أعقاب التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق بالقرب من تايوان وخلال اجتماع جمع الجانبين في العاصمة توكيو تم الاتفاق على أهمية تخفيف التوترات وقال وزير الخارجي الياباني إن الصين تقوم بأنشطة عسكرية حول تايوان وتطلق صواريخ باليستية على المياه القريبة من اليابان ويصح أن تقوم بإمكانك تجربة المتزايدة ويقوم بإمكانك تزارة والمتزايدة المتزايدة في تحديد الموضوع للتحديد الموضوع ويبدون بالموضوع والآن ننتقل لاستعراض آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي بدأت بانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وتسببت الأزمة في تداعيات اقتصادية كثيرة على العديد من دول العالم كما تسببت في تعطيل الامدادات العالمية من الغزاء والوقود نفت الرئاسة الروسية وجود أيانية العقد اجتماع بين الرئيسين الروسي بلاديمير بوتين والأوكراني بلاديمير زلناسكي في الوقت الحالي وقال المتحدث باسم كريملين ديمتري فيسكوف ان بوتين وزلناسكي لا يمكن ان يكتمعا الا بعد قيام المفاوضين من الجانبين بما يلزم هذا وقد توقفت المفاوضات بين موسكو وكياف منذ شهور اذ ينقي كل جانب باللوم على الاخر في عدم احراز تقدم قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيدف ان روسيا ستحقق اهدافها في اوكرانيا بشروطها الخاصة محذرا من ان الغرب لديه خطة طويلة الاجل لتدمير روسيا على حد تعبيره وقال المسؤول الروسي ان موسكو تقوم بعملية عسكرية خاصة في اوكرانيا وتحقق السلام بشروطها ووصف توسع حلف شمال الاصلنطية غربا وازمة اوكرانيا بانها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا على حد وصفه اكد الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش ان خطر حدوث مواجهة النووية عاد للظهور بعد عقود دعيا الدول النووية الى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الاسلحة وقال جوتيريش ان اي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحاريا وذلك ردا على تقارير عن تددد قصف بمحيط محطة زابوريجيا النووية في اوكرانيا والتي تعد اكبر محطة للطاقة النووية في اوروبا جاءت تصريحات الامين العام للامم المتحدة خلال مشاركته في احياء ذكرى مروري 77 عاما على القاء اول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما اليابانية وكشفت وزارة الدفاع الروسية ان القوات الاوكرانية قصفت محطة للطاقة النووية في مدينة زابوريجيا في السابع من اغسطس الماضي وقالت وزارة الدفاع الروسية ان القصف اصفر عن تدمير خط كهرباء على الطاقة مشيرة الى انه تم تقليل قدرة ووحدات بالمحطة لمنع حدوث اي خلل وفي سياق متصل اكد الكريملين ان الدول المؤثرة على اوكرانيا يجب ان تستخدم تأثيرها للضغط على اوكرانيا من اجل عدم قصف محطة زابوريجيا النووية قال مسؤولون اوكرانيون ان كييف شنت ضربات بعيدة المدى على قواعد عسكرية روسية وجسرين رأسيين على نهر دامبيرو وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لاوكرانيا قالت ان الضربات اصابت المعبرين الوحيدين لروسيا والمؤديين الى الاراضي الواقعة تحت سيطرتها في جنوب اوكرانيا واشارت الى ان نتائج ضربات مهمة نوعا ما اذا ما اصابت جسرين انتوني فيسكي وكاخوفيسكي من جانبه قال نائب رئيس الادارة الاقليمية لمنطقة خيرسون كيرل ستريموسوف قال ان الهجوم الذي استهدف جسرين انتوني فيسكي تم بصواريخ هيمارس الامريكية واضف ستريموسوف انه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي مؤكدا ان العناصر الحاملة للجسر لم تتضرر وفي نهاية شهر يوليو الماضي تم حذر حركة المرور على جسر انتوني فيسكي بعد هجوم اخر شنته القوات الاوكرانية بسبب الاضرار التي لحقت بالجسر وكان من المقرر الانتهاء من اصلاح الاضرار هذا الاسبوع اتهمت بريطانيا روسيا بزرعي الغام على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس باوكرانيا وذكرت وزارة الدفاع البريطانية ان روسيا حاولت على الارضح في دونسك وكراماتورسك استخدام الغام من تراز بي اف ام وان وبي اف ام وان اس المضادة للافراد مشيرة الى انها اسلحة عشوائية مثيرة للجدل استقبلت فنلندا عددا قياسيا من طالبي اللدوء اثر العملية الروسية في اوكرانيا فاق العدد المسجل في عام 2015 في خدم ازمة الهجرة وجاء في بيان صادر عن خدمة الهجرة الفنلندية ان نحو 35 الف شخص فارين من اوكرانيا طلبوا حمية مؤقتة سلسهم من الاطفال وبحزب مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تم تسجيل اكثر من 6.3 مليون لاجئ من اوكرانيا في اوروبا اكد وزير الخارجية الاوكرانية ديمترو كوليبا ان بلاده ستوصل ضمان استقرار الصادرات الغذائية الى الشرق الاوسط وافرقيا واسيا في حال اوفت روسيا بالتزاماتها بمنبر الحبوب وشدد كوليبا على ان المسئولية الكاملة عن مواصلة تشغيل ممر الحبوب تقع على عاطق روسيا لافتا الى انه في حالة قيام روسيا بالتزاماتها فستستمر صادرات المواد الغذائية الاوكرانية في ضمان الاستقرار في الشرق الاوسط وافرقيا واسيا هذا وقد ابحرت سفينتان اخريان تحملان حبوبا من موانئ اوكرانيا على البحر الاسود في اطار اتفاق الاستئناف الصادرات البحرية الاوكرانية وتحمل السفينة التي غادرت ميناء يوزني 11 الف طن من فول الصوية الى ايطاليا بينما تنقل السفينة اريزونا التي غادرت تشيرنا مورتك اطنانا من الزرع في اطار الاتفاق الموقع بين موسكو وكييف الخاص بفك الحصار على صادرات الحبوب الاوكرانية ابحرت سفينتان اخريان تحملان الذرة وفول الصوية من ميناء اوكرانيين على البحر الاسود بذلك ارتفع العدد الاجمالي للسفن الاوكرانية المحملة بالحبوب الى عشر سفن منذ غادرت اول سفينة في اطار الاتفاق الموقع سفينة ساكورا التي غادرت ميناء يوزني الاوكراني تحمل 11 الف طن من فول الصوية الى ايطاليا بينما تنقل السفينة اليزونا التي غادرت تشيرنا مورتك نحو 50 الف طن من الذرة وفقا لوزير البنية التحتية الاوكراني اولوكزاندر كوبراكوف فان احدث سفينتين غادرت ميناء يوزني وهو ثالث ميناء اوكراني مشمول بالاتفاق بدأ اخيرا يعمل في اطار المبادرة وبحسب المسؤول الاوكراني فان فتح ميناء يوزني سيزيد طاقة صادرات اوكرانيا الاجمالية لما يصل الى ثلاثة ملايين طن شهريا بينما كانت اوكرانيا تصدر في وقت السلم ما يصل الى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا من موانيها على البحر الاسود وساحل بحر ازور حتى الان تم تصدير 243 الف طن من الذرة من اوكرانيا في سبع سفن منذ مغادرة اول سفينة بموجب الاتفاق في الاول من اغسطس الجاري تشف استطلاع رأي بالولايات المتحدة ان ما يقرب من سفينة بموجب الاتفاق في الاولايات المتحدة سبعين في المائة من الامريكيين يعتقدون ان اقتصاد البلاد يتدهور ووفقا لاستطلاع الرأي فان 69% من الامريكيين يعتقدون ان اقتصاد بلادهم يتراجع مقارنة بـ 12% قالوا انه يتحسن فيما اكد نحو 18% الا الاقتصاد الامريكي ظل كما هو اقرى مجلس الشيوخ الامريكي خطة رئيس جو بايدن الضخمة بشأن المناخ والصحة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار وستحال الخطة الاسبوع المقبل الى مجلس النواب حيث من المتوقع ان يتم اقرارها بتصويت نهائي قبل ان يوقعها الرئيس لتصبح قانونا نافذا بعد 18 شهرا من المفاوضات ومناقشات ماراثونية اقرى مجلس الشيوخ الامريكي خطة الرئيس الامريكي جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة مما منح سيد البيت الابيض نصرا مرحليا قبل اقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة فور اقرار الخطة سارع بايدن بالاشادة باقرار خطته قائلا ان الامر تطلب كثيرا من التنازلات مشددا على ضرورة ان يقر مجلس النواب الخطة باسرع وقت ممكن ليصبح القانون نافذا الخطة التي تزيد قيمتها اجمالا عن 430 مليار دولار تتضمن اكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ بقيمة 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030 بموجب هذه الخطة يحصل المواطن الامريكي على نحو 7500 دولار من الاعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية كما ستمنح اعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الاكثر تلويثا من اجل مساعدتها على التحول الى مجال الطاقة النظيفة يهدف المشروع ايضا الى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الامريكي والتي يرجع تكاثرها الى الاحتباس الحراري كما تقر الخطة استثمارات اخرى بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض اسعار بعض الادوية تدريجيا في ظل مستويات مرتفعة من التضخم وبالاضافة الى الاستثمارات الضخمة يهدف مشروع القانون الى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد ادنى على جميع الشركات التي تتجاوز ارباحها المليار دولار وللمزيد من المتبع ينضم الينا عبر الهاتف فامي لندن الخبير في الاقتصاد السياسي الاستاذ احمد يسين تحياتي لحضرتك استاذ يسين كما تبعنا منذ قليل من خلال استطلاع رأي في الولايات المتحدة هناك ما يقرب من 70% من الامريكيين يعتقدون ان اقتصاد البلاد يتدهور وهناك رقم اخر 18% يعتقدون انه على العكس يتحسن هل ترى حضرتك ان بالفعل الاقتصاد الامريكي في حال التراجع ام ان هي ازمة طارئة بسبب الاوضاع العالمية لا بالتأكيد جميع المؤشرات الاقتصادية بخصوص الاقتصاد الامريكي تأخذنا الى توقعات قاسمة وتعكس مشهد سوداوي مستقبلي بالنسبة للاقتصاد الامريكي واهم هذه المؤشرات الارتفاع القياسي لمستوى التضخم وهنا يجب ان نركز قليلا لتحليل ولتوضيح تبعات ارتفاع مستوى التضخم لهذا المستوى الخياسي في اكبر اقتصاد في العالم هذا سوف يدفع الاحتياط الفدرال الامريكي كما شاهدنا على مرأة الشهور الماضية لتغيير جزري في سياساتها النقلية من خلال الرفع المستمر والمتنمي لنسب الفائدة مثل هذه الخطوات التي شاهدناها من قبل احتياط الفدرال الامريكي وهناك توقعات بانه سوف يستمر في نهجه لرفع لنسب الفائدة بالتأكيد سوف يكون لذلك تبعات اقتصادية خطيرة جدا إذن هذه الادات قد تكون الادات الاكثر نجاعة في جعبة الاحتياط الفدرال الامريكي لمواجهة الاحتياط المستوى التضخم المرتفع في السوق الداخلية الامريكية ولكن لمثل هذه الخطوة تبعات اقتصادية خطيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي يكون خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية إذ أن مثل هذه الخطوة من قبل الاحتياط الفدرال الامريكي في رفع نسب الفائدة سوف يؤدي بشكل مستمر لرفع قيمة اعترار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ومثل هذا المضع بالتأكيد سوف يكون له تبعات اقتصادية خطيرة جدا يعني سيد أحمد هذه تبعات اقتصادية كيف يمكن أن نلمسها في بقية دول العالم بالتأكيد نعتذر عن هذا العطل وأشكر ضيفي الكريم الأستاذ أحمد يسين الخبير في الاقتصاد السياسي كان معنا على الهاتف من لندن قال كبير خبراء الاقتصاد في الحكومة السويسرية أريك شاديجر أنه يتعين على الشركات أن تتهيئ لاحتمال مواجهة نقص في امدادات الطاقة في أشهر الشتاء وقد توقع ما يعرف بالسيناريو السلبية في العام 2023 وهو أن تسجل السويسرا أصغر النمو بدلا من نمو بنحو 2% كما كان متوقع من قبل الأزمة الأوكرانية وأشار المسؤول السويسري إلى أن تدابير الدعم الاقتصادية على غرار المساعدات العامة والإعفاءات الضريبية حاليا غير ضرورية وغير مفيدة قال وزير الصناع الياباني كويتشي هاربودا أن اليابان تعتزم الاحتفاظ بحصتها في مشروع سخلين واحد للنفط والغاز في روسيا وأضف وزير الصناع الياباني أن المشروع ساهم في تنويع امدادات الطاقة اليابانية التي تعتمد على الشرق الأوسط في 90% من وارداتها من النفط الخام كانت روسيا قد منعات المستثمرين الذين تسميهم بالدول غير الصديقة من بيع الأسهم في البنوك ومشاريع الطاقة الرئيسية حتى نهاية العام تحت ضغط العقوبات الغربية تسببت أسيول في شمال ولاية نيومكسيكو الأمريكية في غرق شخص رابع في منطقة شهدت أكبر حريق في تاريخ الولاية تعد هذه رابع حالة غرق تسجل خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين وقال أحد السكان المحليين أن السيلة جرف شاحنة الرجل الصغيرة من الطريق على بعد نحو 15 كم شمال الشرق بلدة مورا مضيفا أن سيارة الرجل عثر عليها في مزرعته تسببت الحرائق في شمال غربي فرنسا في القضاء على أكثر من 300 هكتار من الغطاء النباتي يومي السبت والأحد حسب ما أعلنت السلطات المحلية وتشهد فرنسا حاليا ومعظم دولي أوروبا الغربية موجة حر قوية هي ثالثة موزيونيون وسط أجواء حرة تضرب البلاد هذا الصيف تعيش فرنسا أسوأ موجة جفاف على الإطلاق أدت إلى حرمان عدد كبير من القرى من مياه شرب آمنة مكتب رئيسة الوزراء إليزابيث بورن شكل فريقا لمواجهة الأزمات للتعامل مع الجفاف الذي أثر على المحاصيل وأكبر عشرات القرى على الاعتماد على إمدادات المياه بالشاحنات وكالة الأرصاد الجوية الوطنية قالت إن هذه أسوأ موجة جفاف منذ أن بدأ تسجيل البيانات في عام 1958 مضيفة أنه من المتوقع أن يتفاقم الجفاف حتى منتصف الشهر على الأقل أما وزارة الزراع فقد أفادت بأنه من المتوقع أن ينخفض محصول الذرة بنسبة 18.5% هذا العام مقارنة بعام 2021 في الوقت الذي يكافح فيه الأوروبيون ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عن المعدل الطبيعي في غضون ذلك حذر الاتحاد الوطني لاتحادات المزارعين من أن نقص الأعلاف بسبب الجفاف يعني احتمال حدوث نقص في الحليب في الأشهر المقبلة إلى ذلك خفضت الشركة المشاغلة لمحطات الطاقة النووية EDF الإسبوع الماضي انتاجها من الطاقة في محطة في جنوب غرب فرنسا وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في نهر جارون وأصدرت تحذيرات مستمرة للمفاعلات على امتداد نهر الرون قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن هناك تنصيقا دائما بين اليمن والأردن فيما يتعلق بالجهود حل الأزمة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أكد وزير الخارجية اليمني أن قوات الحوثي لم تلتزم بشق رئيسي في الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة ومدن أخرى أنا على تنسيق دائم مع أخي معاني الوزير في كثير من هذه القضايا ونجد أنفسنا في كل هذه القضايا في ذات الصفحة بل في ذات السطر الأردن تدعم الحل السياسي السلمي في اليمن استنادا للمرجعيات الثلاث القرار الدولي في عشر 16 والمبادرة الخارجية ومخرجات الحوال الوطن ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن انتخاب المجلس الرئاسي في اليمن خطوة مهمة مشيرا إلى استمرار دعم الشرعية اليمنية وصولا إلى أهدافها المنشودة وإنهاء الأزمة وشدد وزير الخارجية اليمنية على ضرورة وقف كل الهجمات ضد دول الخليج العربية نعتقد أن في انتخاب المجلس الرئاسي أخيرا خطوة مهمة ونعتز بعلاقاتنا مع اليمن الشقيق ومستمرون في التعامل مع الشرعية اليمنية ودعمها من أجل الوصول إلى الأهداف التي يريدونها فيما يتعلق بإنهاء الأزمة جانب آخر ذكرناه وهو أيضا ضرورة وقف كل الهجمات الإرهابية على شقائنا في الخليج العربي ونحن كما نؤكد دائما وكما أكد جلالة ملك دائما أمن واستقرار الخليج وجزء من أمننا ونقف مع شقائنا في أي خطوة يتخذونها من أجل حماية مصالح أشهد الرئيس العراقي برهم صالح ببهود بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الدعم والحريصة على أمن واستقرار العراق وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح بين الشعوب وذكرت الرئاسة العراقية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس صالح لسفير دولة الفاتيكان لدى العراق حيث بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتوسيع أفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وتنصيق المشترك لتعزيز ثقافة التعايش والحوار والتلاقي من أجل إرساء السلام أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي موقف السودان الثابت والقاطع في إدانات كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية وخلال الجلسة الافتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب أشار البرهان إلى أن السودان كغيره من الدول يوجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب ويبزل جهودا كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة ومنها الأجهزة الأمنية وإصدار عدد من التشريعات والقوانين والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثنائية اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة اختتمت القافلة الطبية بقرية أبو رماد في البحر الأحمر أعمالها حيث وقعت الكشف الطبي على 279 مواطنا خلال يومين وأجرت القافلة 72 فحصا معمليا و29 أشعة وسنارا كما تم إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية بقرية أبو شحاتة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية الكشف على ما يقرب من 700 مواطن ضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل بالمجان موجود فيها أكثر من تخصص خاصة بأهلنا الكشف عليهم وأكثر من نوع من أنواع الأدوية يمكن أن أكثر من حوالي 80 نوع من الأدوية يختصوا بها جميع الكشفات الخاصة بالتخصصات المختلفة لصالح أهلنا وصالح الأسر الأشد احتياجا عندنا كافلة اليوم الأول النهاردة عندنا ستة خصوات بطنة وأطفال وجراحة ونسة وتنظيم أسرة برضو بالإضافة أننا دلوقتي عندنا صيدلية متنقلة فيها أكثر من خمسة دمين صنف دوة وعندنا معامل طفاليات ومعمل دم وعندنا جهاز أشعة متنقل بالإضافة أننا برضو عندنا خدمة تركيب الوسائل بالمجان بإضافة للتسكيف الصحي والتوايا الصحية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مرحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق لينتهي يوم الاثنين الموافق الخمس عشر من أغسطس 2022 ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية منتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بداية شهر أغسطس الجاري ارتفعت صادرات مصر من الصناعات التيموية والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 35% لتبلغ ما قيمته 4 مليارات و330 مليون دولار وأوضح المجلس التصدري للصناعات التيموية والأسمدة أن صادرات القطاع استحوذت على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية تلاها صادرات مواد البناء والتي استحوذت على 19% من إجمالي صادرات وتصدرت أسواق إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أهم الدول المستوردة للصناعات التيموية المصرية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند أكدت وزارة البترول أن تكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها شركة أفاتش العالمية بالسوق المصرية ستفتح أفاق أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل وخلال اجتماع لوزير البترول طارق الملع مع جون كريستمان رئيس شركة أفاتش العالمية تم بحث خطة الشركة خلال الفترة المقبلة بظل رغبة كبيرة منها لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحثة التي أظهرت إمكانيات ومكامنة بترولية واعدة أجرى محافظ القاهرة خالد عبد العال جولة تفقد خلالها عددا من المحطات مشروع كايروبايك وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع خلال الشهر القادم يهدف المشروع إلى الحد من الزحام وتشجيع المواطنين على ثقافة رقوب الدراجات بديلا عن استخدام السيارات مشروع كايروبايك ده يعني مشروع يتواكب مع استطافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي اللي هي وقت فيه نوفمبر القادم إن شاء الله في شرم الشيخ وطبعا بتأكيد من توجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع منظومة للوسائل النقل المتكملة على مستوى القاهرة النهاردة نحن بنشهد تجربة مشروع كايروبايك على مستوى القاهرة من حيث عرض المحطات الميزة فيه هذا المشروع إنه هو طبعا بوفر وسيلة نقل صحية يعني طبعا متكاملة زي ما قلت على مستوى القاهرة وصديقة للبيئة تسلم عدد من الصيادين من أهالي قرية بصاد كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقة أهلية 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد يأتي ذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية نشكر سعادة الرئيس على مراكب النجاة وفرت لنا حاجات كريمة كتير ونشكر ألف شكر على اللي بيعمله لنا لأن احنا كنا بنشتغل عند الناس برضو بالأجرة في مراكب الصيادين أصبحنا الوقت عندنا مراكب وهنشتغل فيها ونشكر سعادة الرئيس على اللي هو بيعمله للناس الغلابة وعشان عيالنا نستلمنا مركب النجاة وفرت علينا حياة كريمة ونأكل عليها عيالنا والسيد الرئيس يشكر وله كل التقدير عندنا إلى البورصة المصرية حيث أنهت مؤشرة البورصة تعاملات جلسة اليوم على تباين مع اتجاه المتعاملين المصريين نحو الشراء مقابل مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 668 مليار و300 مليون جنعيها وذلك وسط تدولات بلغت نحو 3 مليارات و200 مليون جنعيها على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 75 من 100 في المئة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 81 من 100 في المئة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 49 من 100 في المئة وباخبار البورس لكم قد وصلنا الى نهاية نشرتنا لا يتبقى سوى التفكير بابرز ما جاء بها من اخبار اشهادات عربية ودولية بنجاح الوسطة المصرية لوقف اطلاق النار في قطع غزة الجاش الصيني يعلن مواصلة التدريبات العسكرية حول تايوان والدفاع تايوانية تقول انها سترد بالشكل المناسب بعد تجدد القصف بمحيط محطة نووية باوكرانيا جوتاريش يؤكد ان اي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحاريا وصلنا معكم الى ختام نشرة الثالثة شكرا للمتابعة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة